بسم الله ماشاء الله اليوم راح نقدم لكم طريقة عمل حلاوة ليالي لبنان طبعا كلش طيبة واني احبها خصوصا وياها الفستق والشيرة والمي ورد تنطينكه وطعام كلش طيبة بالبداية هنا نحتاج هذه المواد كوب سميد انا استعملت هذا الكوب كوب يعني السميد يكون وسط هنا عدنا نصف كوب شكل وقيامر ومي ورد وحليب وفستق ومحمص بالبداية هنا راح نضيف ثلاث اكواب من الحليب اي نوعية حليب سالعة تكم ادخلونا مو مشكلة راح نضيف هنا فوقها الكوب السميد وهنا عدنا نصف كوب شكل وراح نخلطه ونخليه على النار لحد ما هذا المزيد كله يدخن هسا هتشوفوني هنا هنا على نار عالية ادخلونا هذا المزيد وشوية تنصون النار وتبدون تخلطوه وليش عنا مود عدنا السميد يستوي يعني مريد على نار عالية ورأسا يعني بعد ما مستوي يصير حبيبات من بينها بالأكل لا من شوية تنصون النار السميد عدنا يستوي على راحته ويصير الحبيبات مستوي وطيبة بالطعم هنا باعشون بده يدخن لحد لما السميد امتص كل الحليب وصار عدنا بهالشكل هذا باعشون صار ضلوا تخلطوهن به مثل عشون المحل بيون نشف بس هذا بدون نشف راح هنا ورا ما طفينا راح نضيف ملعقتين من مي الورد هنا عدنا هذا المي الورد قابل للأكل ويكون مي الورد بس للبشرة يعني هذا اسئله علي راح نخلطه بهالشكل وضفنا مي الورد هسا على مود النكهة مارتها ما تطلع لان اذا ويا الخلط تضيفونا راح تتبخر الريحة يعني مي الورد بس اذا ضفتو اخر شي لا تبقى متركزة بداخل الحلاوة راح نجيب هذا القالب ونبدأ نصفط هذا السميد بداخله اي قالب عدكم لا تدعي الا هذا القالب اللي ينفتح لا مو الا اي قالب عدكم عادي حتى لو مالكيك او اي شي اصفطوا به عادي تنجح هالشكل هذا نعدله راح نغطيه بشيس نايلون على مود مكة ومقشرة ليفوه ونخليه بالثلاجة في الساعتين ثلاثة الحاد لما يبرد عندنا هذا السميد كله يتماسك اي مداخر شي لما نقصها يعني ما يتقشرة او شي خليها الحاد لما تبرد هاي من بعد ما بردت عندنا راح نجيب غامر اي نوعية غامر تحبوها وتخلوها على الوجه تفرشوه يعني بارش طبقة خفيفة هاي الغامر كل الشي نطي نكهة طيبة طبعا هاي الحلاوة به هذا النصق شكر حالاتها راح تكون كلش قليلة الشيرة هي الي راح تزايد طعم الحلاة فاللي يحبها حالاتها كلش قليلة عن نصقوق شكر واللي يحب زايد الحلاة يديري لها شيرة ورمى، نكمل يعني راح نخليها بالثلاجة وهنا راح نسوي الشيرة كوب شكر ونصقق مي ونخلطها بأيدنا بالبداية لحد لما نذوب الشكر نخليها على نار مرتفعة لحد لما نتغلي لدينا للمندوزي ايضا او لدينا عصر الليمون نخليها على النار يعني الشيرة عادية لحد لما نتغلي نص النار شوي اصل لدينا شيرة وهنا ناعدنا الكملة القيامورش همانة جمد عندنا الشيرة ديش احضرناها وجمدت رشينا الفستق طبعا هي والفستق طعمها كلش طيب يعني اطيب شي اطيب من الجوزة واللوزة والبندق وهناك الشيرة ايضا الشيرة من بعد ما بردت ايضا اضفناها ما يبرد يعني هالملاحظة من بعد ما تبرد وتكمل اضيفوا لها ايضا ملعقة ما يبرد نفتح القالب هالشكل هادا وراح نقصوا اياكم قصة مثلت باعوا هالس شون اللي راح يطلع عندنا السميد متماسك ليش لان طبخنا شوي على نار هادئ واستوعدنا هالشكل هادا راح نضيف فوقا هنا الشيرة اللي يحب طبعا يضيف شيرة واللي ما يحب يبقى على طعم الاصل على نص كوب شكر واعدنا هنا وياكم نحن الدواقها جربوها وان شاء الله تعجبكم اه كلش طيبة وسلامتكم وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة